اشتركوا في القناة وبصير في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 3 و34 دقيقة من بعد عصر اليوم الأحد 27 ثلاث لينتقل بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر موجود في برج الجدي ما زال موعد بث الحلقة اللي هو ليلة السبت ما زال موجود في برج الجدي لغاية ما بعد منتصف الليل تقريبا ب55 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني أول ساعة من ساعات يوم السبت القمر بنتقل ويصير في الدلو عشان هيك من الآن لغاية ساعات منتصف الليل أو ساعات الصباح في بعض الدول منعود لطبيعتنا الجدي من الآن لهذا الوقت منحاول إنجاز عمل متراكم نجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر في هاي الفترة أو هاي الساعات اللي ضايلي جيدة للشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو عمل عقد تأمين أو تجديد تأمين إن كان على الصحة أو على سيارة أو على البيت أو على الأمور هاي بالنسبة للزوايا طبعا اللي أثري الآن تبقى عنا زاويتين وبرضو اليوم آخر يوم لزاوية معينة بعدين بتنتهي أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو تأثيراتها لغاية 27 ثلاثة اللي هو لنهاية هذا اليوم اللي هو ساعر يوم الأحد بتزيد من حد الذهن والحدث والنقد وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم الأعمال وإنجاح المشاريع واتخاذ القرارات اللازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الإقتران السلبية بين الزهرة وبين زحل وطبعا هاي زاوية مستمرة لغاية يوم 31 ثلاثة وقلنا إنه هاي زاوية هي سبب انقطاع العلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجعة بالفترة هاي وبرضو لا تصلح لأي شيء لأعلاقة بالتجميل بتدل على تراجع المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة الصناعة الحرفية وطبعا السبب هو الإهمال والتكاسل اللي رح يغلب على أغلب موظفين هذه القطاعات وبتقلل من عطائهم بعد مؤسسات المالية والبنوك برضو رح تعرف بالفترة هاي نوع من أنواع الإضرابات أو الإضرابات في المداخيل بسبب سوء التعبير أو التدبير أو التبذير رح يعاني برضو أشخاص اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية من الكساد قلة المبيعات وبتقلل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبيزيد الالتزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزوايا السريعة اللي رح تتشكل طبعا في زاويتين احنا ذكرناهم بالأمس هم رح يتشكلوا في ساعات مساء الليلة اللي هي السبت وبعدين في خلو ومسار فعشان هيك لازم نذكرهم برضو لأنه هذول الزوايا تاثراتهم لساعات الصباح الزاوية الأولى هي زاوية الاقتران الإيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تصير ساعة عشرة وثلاث دقائق من مساء الليلة اللي هي ليلة السبت على الأحد متعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس الإيجابية اللي رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة 11 وخمسين دقيقة من مساء الليلة اللي هي السبت على الأحد منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا قلوه المسار زي ما حكينا قلوه المسار رح يبدأ الليلة اللي هي ليلة 26 على 27 اللي هي ليلة السبت على الأحد رح يبدأ قلوه المسار الساعة 11 وخمسين دقيقة مساء من مساء الليلة السبت زي ما حكينا ورح يستمر تقريبا من مدة كمان ما بعد منتصف الليل إلى غاية الساعة 12 وخمس وخمسين دقيقة يعني أول ساعة بعد منتصف الليل ليلة الأحد لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار طيب ساعة 12 وخمس وخمسين دقيقة حكينا من أول ساعات يوم الأحد بصير القمر موجود عندنا في برج الدلو عشان هيك نشعر بهاي الفترة أنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو وجود يعني عدو هاي الوضعية يعني ما منكون روتينيين بالعكس منكون حابين ننطلق بأكثر من اتجاه منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا منرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي برضو بوسعنا بالفترة هاي خلال اليومين القادمات تعزيز صداقة جديدة إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية تلفزيون أي أجهزة إلكترونية منزلية تجربة طعام جديد برضو بالفترة هاي طبعا الحدث اللي رح يصير خلال ما بعد الانتقال اللي هو في ساعة الصباح طبعا تحدثنا عنه في حلقة منفصلة اللي هو انتقال كوكب عطارد من الحوت للحمل وطبعا هو رح ينتقل الساعة 47 دقيقة صباحا ورح يمكث في برج الحمل لغاية صباح يوم 11 أربعة وهو رح يكون بحركة أمامية وحركة سريعة جدا لدرجة أنه رح يكون مدة مكوته في برج الحمل أسبوعين وهو عادة يمكث ثلاث أسبوع طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة اللي فيها التفصيل الكامل انتقال عطارد وتأثيراته على جميع الأبراج إلى مدة الأسبوعين القادمات وإيش الأبرز الأمور اللي رح تكون على جميع الأبراج بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 وأربعة وثلاثين دقيقة ظهرا أو ما بعد الظهر بتوقيت غرينيتش فطبعا بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بالفترة هاي بنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و37 دقيقة مساء بتوقيت غرينيتش طبعا تأثير هاي الزاوية بيبدأ من ساعات العصر وبيستمر لغاية ساعات ما بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين فهاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني ليفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوافر لها العناية الإضافية طبعا الليلة اللي هي ليلة السبت على الأحد بتظل أثر وتواجد القمر في الجديد فعشان هيك الركبتين والمفاصل والعمود الفقري والعضلات والعضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر طحال وجهاز التوازن هذا الأكثر حساسية بعد منتصف الليل وبداية دخولنا في يوم الأحد بطة الساق والكاحل الساق نفسها وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية بالنسبة لهذا اليوم طبعا بما أنه في ساعة الصباح بكون انتهى خلوه المسار ما يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن هذا اليوم لا يصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزاعد يصلح لقص الشعر التجميلي فقط والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا برضو اليوم ممتاز جدا ما في أي مشاكل يعني ممكن شوية تهيج هيك بالغدة تحت العبط بسبب اللي هي الغداد اللينفاوية بسبب مكان اللقاح عادي لو بنادوا مع كريم فسودين أنتبيوتيك على المكان اللقاح يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الدلو خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاثنين سبعة وعشرين ثلاث بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وعشر دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر لليوم التالي اللي هو أول ساعات صباح يوم الثلاثاء تسعة وعشرين ثلاثة يعني في تمام الساعة أربعة وواحد وثلاثين دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال أربعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وثلاثة عشر دقيقة صباحا يصبح عمره خمس وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الجديو بدو ينتقل للدلو طبعا هو رح يمكت لغاية يوم تسعة وعشرين ثلاثة هو الآن سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة خمسين في المية عطارد في الحوت ولانه بدو ينتقل للحمل ورح يمكت في الحمل لغاية يوم احداش أربعة طبعا لأنه فترة انتقال هو الآن سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ولكن ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة تسعين في المية ولكن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة ستين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة سعيد بنسبة خمسة في المية أورانوس في الثور حتى يوم أربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة في المية نبت في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن موعد بث الحلقة ولغاية منتصف الليل بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل بتكوا تنتبهوا ما تخالفوا القوانين ما تجازفوا ما تعصبوا لأنه في فترة دخلوا مسار من ساعات ما بعد منتصف الليل الأحد وبداية ويوم الأحد بتلتقوا الأصدقاء حولوا تصحيح العلاقات المتردية أهم شيء ما تبقوا وحدين هاي فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر فيها الاتصالات والمواعيد وممكن تنشطوا في مناسبة ما برج الثور طبعا من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات منتصف الليل اللي هو السبت على الأحد بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أما في ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة أي يوم الأحد يبينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات ممكن تواجه أمر يكون صعب أو معقد خلال هذا اليوم فعشان هيك بدك تلتزم بالمسئوليات رغم إنها هاي فترة واعدة برج الجوزاء بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل السبت على الأحد فعشان هيك بدكوا تخففوا من النفقات ما تغامروا وما تدخلوا بأي شيء جديد إلى العلاقة بالوضع المالي من ساعات ما بعد منتصف الليل ونهار يوم الأحد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات بيكون لكم نوع من أنواع اللقاءات أو فرصة بتفتح أموامكم أبواب العلاقة بالسفر والتسويق والنشر والدراسات العليا بتفتح أمامكم أبواب للانتصار أو لرحلة أو للمشاركة ناجحة في مؤتمر أو في أي شيء أهم شيء أنه اليوم تتحركوا على مختلف الأصعاد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بتظل الأجواء الرومانسية مشجعة ولكن حاولوا أنكم ما تعصبوا وتفرضوا رأيكم على أحباكم بخلال هاي الساعات القليلة من ساعات ما بعد منتصف الليل ونهار الأحد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم ليتماشى مع التقدم والتطور مع محيطك بيطمئن بالك وبتفرح للتطور ما هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ ما أو لتكرار محاولة سابقة للأجواء جيدة ودعم لا إلك بقوة برج الأسد أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم طبعا لأن القمر زي ما حكينا هو بمراحل مقابلة لإلك فعشان هيك طاقتك بتكون ضعيفة طبعا هذا الأمر لغاية ساعات منتصف الليل أما من منتصف الليل ونهار الأحد القمر رح يصير مقابلك تماما في برج الدلو وهذا الشيء رح يصحب من طاقتك ولكن بيعطيك ميز إيجابي أنه بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع الأزواج أهم شيء أن تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا ملاحظات لأنه خصمكم بهاي الفترة بكون قوي وأقوى منكم لأنه طاقتكم ضعيفة وبتحمل هاي الأيام إما ارتباط مهم فلازم تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج العذراء طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم تقوى بالظل الأجواء جيدة ولكن حاولوا أنه ما تفرضوا السيطرة على الأحباء في هاي الفترة العكس بدكوا تضبطوا عصابكم بدون عصبية أو انتقادات لاذعة من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الأحد هنا بصير القمر انتقل للبيت السادس فبتجدوا أنه العمل صار الزيادة عليكم في صعوبة في إتمام هاي الأعمال فممكن يتراكم العمل عندكم أهم إشي أنه ما تهملوا صحتكم حاضروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل أما من بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل للبيت الخامس فهنا طيلة نهار يوم الأحد رغبتكم رح تصير تشتد في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ممكن تفرحوا لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح تشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة وممكن تتلقوا إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن بتكونوا تحذروا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل أثناء تنقلاتكم بلاش توكلوا يعني يصير في مخالفة سير أو إشي لا قدر الله له عطل بالأجهزة الإلكترونية أو سيارات فتكونوا حذرين أثناء التنقلات من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الأحد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطفوا الأجواء العائلية بشكل جيد لأنه شوي بكون فيه نوع من أنواع الضغط وهذا الشيء ممكن يثير اضطرابك أو انتعاضك أهم شيء أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والاتزاماتك المهنية نحاول أنك تهتم بعائلتك برج القوس طبعا ما زالت الأجواء جيدة لأمور إلها علاقة بالمكاسب المالية من الآن لغاية ساعات منتصف الليل ولكن هنا بيغلب على طابعك لأنه في خلوم مسار لإصراف أو الرغبة بالنفقات أو المشتريات أو الغفلة عن الاحتراس من النصابين والمحتالين فبدأك تنتبه من هذه النقطة في ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الأحد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة جدا للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتك للإقناع للمناقشات للامتحانات ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة وممكن برضو اليوم يصير فيه اتفاق أو مصالحة على موضوع قديم برج الجدي طبعا بالنسبة لموليد الجدي هم الفترة هاي ما هي فترة بداية الفترة فترة الحضوض فمن الآن لمنتصف الليل عندكم نشاط وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم ولكن شوي ممكن يتسلى للكم الوسواس أو القلق أو الخوف أو الأمور هاي حاولوا أنكم تسيطروا عحالكم لأنه من بعد منتصف الليل وطيلة النهار رح يصير تفكيركم بالأمور المالية بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا ما تتسرعوا باتخاذ القرارات الحاسمة لأنه أنتو بالفترة هاي بحاجة لكل التعاطف والتضامن وبرضو هاي فترة ممتازة ماليا ممكن تحصلوا منها بعض المكاسب برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا ما زال القمر موجود في الجدي لغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيك رح تضل تشعر بالضغط بالطاقة الضعيفة بيسيطر عليك التعب بتفقد ورغبتكم في مواجهة مشاغلكم شوي بتحس إنو الإحباط تسلل لك ولكن من بعد منتصف اليوم الأحد هنا بتستعيد نشاطك وحيويتك لأن القمر رح يصير عندك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها ممكن اليوم تفكر البدء بمشروع أو خطة جديدة رح تمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق أو خبر سار فالفترة هاي داعم لإلك بقوة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بدهم يكونوا حذيرين لأنه القمر صريق ترب من بيت المتاعب صحيح إنه ممكن تنشطوا بين الأصدقاء من آخر ساعتين هدولة أو ثلاث ساعات أو ما هم لغاية منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بساعة بتوقيت جرينج ولكن من بعد منتصف الليل بتجد إنه طاقتك نزلت تماما لأنه القمر رح ينتقل ويصير في بيت المتاعب فهاي فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا تضبطوا عصابكم هم يومين وبعدين القمر بوصل لعنكم بتكونوا تتحملوهم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وبرضو بتكونوا تحاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك بهاي الفترة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء